الحقيقة أنه حضرتك كمان اتكلمت عن قوة الجيش المصري اتكلمت عن بسلته، اتكلمت عن عظمته، اتكلمت عن إرادته القوية في تنفيذ وفي تحقيق حلم شعبه يهمني برضو يعني أوصل للمشاهد حضرتك ذكرت الكلام ده إزاي في كتابة؟ من ساعة تكوين الجيش المصري وكافة المشكلات التي تعرض لها خلال فتراته التاريخية ونهاية بعام 67 وما حدث في عام 67 إلا أنه خلال فترة وجيزة جدا في عمر الأمن تقدر بسواني يعني في عمر الأرض أنا أقول أن أنا عندي خلال ست سنين استعدت قوتي وعملت حرب وعملت حرب قوية وعبرت أقوى خط دفاعي عارف التاريخ وهو الأمر اللي من بعد كده كل السياسات العسكرية والاستراتيجيات العسكرية قالت أنه لا يجب بعد كده الاعتماد على خطوط الدفاع ده كان نتيجة إيه؟ كان نتيجة أن الجيش المصري هدم هذه النظرية اللي هو الاعتماد على خطوط الدفاع وبالتالي فقوة وبسالة الجيش المصري معروفة من زمان وهي شيء مش جديد يعني هي شيء مش جديد في كل حتى في مواجهتنا للحرب الإرهابية التي تعرضت لها مصر أخيرا في الفترات الأخيرة هناك دول تعرضت لمثل هذه العمليات الإرهابية ما هو مصير هذه الدول وما هو مصيرنا الحمد لله رب العالمين إن إحنا دولة مستقرة لها جيش قوي وهكذا فده بيدلل على قوة وبسالة الجيش المصري إذا فقط في المعارك الجيش وساط جيش ولكن أيضا في المعارك مع حرب العصابات اللي كانت بتواجهها استطعنا بالفعل إن إحنا نتغلب عليها